ليه لازم تدخل زراعة لو ما دخلتش كلية من كليات القمة ركز كويس جدا في الفيديو ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أخواتنا طلبة وطالبات السنواء العامة في فيديو جديد والفيديو ده تقريبا كده ممكن يغير مستقبلك فأرجوك كمل الفيديو للنهاية وبإذن الله تستفاد من الفيديو في البداية هقولك ليه لازم تدخل كلية زراعة لو ما دخلتش كلية من كليات القمة على السريع كده وبعد كده هبدأ أشرح لك كل حاجة بالتفصيل بس الأول باتمنى من حضرتك لأول مرة تشوف القناة بتنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على علامة الكل عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهاتنا وتسيب لنا تعليق على زوقك ورأيك في محتوى الفيديو كلية الزراعة تحسها كده الكلية الوحيدة اللي بتطبطب على طلبة علمي يعني لو ما دخلتش هندسة هتلاقي قسمة هندسة زراعية والكلية بتديك لقب مهندس زراعي طب لو ما دخلتش صيدلة هتلاقي أحلى تخصص نباتات طبية وعطرية وصيدلية أسمدة ومبيدات محدش يقدر يفتحها إلا باسمك التخصص ده محدش يقدر يفتح فيه صيدلية إلا باسمك أنت طب لو ما دخلتش طب بشري تقدر تخلص وتاخد دبلوم التحاليل طبية كيميا مايكرو وتفتح بيها معمل من أي قسم على عكس كلية علوم لازم لهم تخصص معين طيب ما دخلتش طب بيطري تلاقي تخصص الانتاج الحيواني بكل فروعه طب لو ما دخلتش علوم هتلاقي في الزراعة تخصصات البوتاني والزولوجي والبيو كيميستري والبيوتوكنولوجي والجيناتيكس والميكروبيولوجي طيب ما دخلتش تربية تقدر تخلص كلية وتعمل أحلى دبلومة تربوي يبقى معاك كلية تربية طيب ما دخلتش أداب هتلاقي في كلية الزراعة قسم تخصص اجتماع طيب ما لحقتش إعلام الزراعة تقولك تعالى اتخصص إرشاد وصحافة زراعية طيب ما لحقتش بيزنس واقتصاد يا عم موجود تخصص العلوم الاقتصادية وإقدارة الأعمال طيب ما دخلتش تجارة أحلى تخصص اقتصاد ومحاسبة زراعية موجود ليك صحابك بيخلصوا كليات ويفتحوا صيدليات وعيادات بنص مليون جنيه زراعة تلاقيها بتفتح لك مزارع بعشرين وتلاتين ألف جنيه بس مصر بتفشل في إنها تصدر آلات واختراعات بس تلاقيها متصدرة العالم كله في المجال الزراعي بسببك أنت كخريك كليات زراعة أزمة كورونا تقعد مصر كلها في بيوتها إلا أنت علشان وجود لأك قضية أمن قومي حقيقة زراعة جمعة جوة جمعة وبالمناسبة عادي الإمام كمان خريك زراعة مالها الزراعة ما تخش زراعة خش زراعة يا كابتن تعالوا بقى نتكلم عن كلية الزراعة بشيء من الوضوح والتفصيل أكتر نظرا أن مصر دولة زراعية بالدرجة الأولى فيه كليات كتير بتضيح في وسط التشكلات دي بيتبصلها على حسب المجموع وبس وما بيتعملش حساب إذا كانت الكلية والمجال ده مهم وبينفع الناس ولا لا وكلية الزراعة على رأس الكليات دي هتلاقي أن اللي بيدخل الكلية دي وبيعرف إيه اللي بيتدرس فيها نظرته بتتغير عنها تماما وبيعرف قد إيه هي كلية مهمة مبدئيا كده الكلية دي أربح سنين وممكن تدخلها من علمي بس وموجودة في تقريبا في معظم جامعات مصر الكلية بتاخد من التلات مراحل عادي وأحيانا بتاخد لحد مجموح 80% وفيه سنين كتير بتبقى أقل كمان من كده بتوصل لحد 75% مثلا ودي حاجة بتختلف من سنة للتانية حسب التنصيق طبعا ومجميع السنوية العامة طيب إيه أقسام كلية الزراعة مش معنى أن دي كلية الزراعة أنت هتبقى بتزرع بس يعني لا خالص الكلية دي فيها 20 قسم آه زي ما بقولك كده 20 قسم يعني 20 تخصص تقدر تختار بينهم براحتك متخيل عدد الأقسام وكمية المرونة اللي داخل الكلية اللي تقدر تتخصص فيها بس الأقسام دي بتختلف من جامعة للتانية بس اللي هنقول عليهم دول أشهر الأقسام اللي ممكن تلاقيها في جميع كليات الزراعة في العموم يعني عندك بقى أقسام الزراعة زي قسم الإنتاج الحيواني والسمكي قسم إنتاج الدواجن قسم الغباط وأشجار خشبية قسم أمراض النبات قسم علوم الأرض قسم المحاصيل والفواكه والخضر وقسم البساتين وقسم النبات الزراعي وقسم الزهور ونباتات الزينة وتنصيق الحضائق قسم الإقتصاد والإدارة الأعمال الزراعية قسم الإقتصاد المنزلي قسم علوم الغزية وتقنية الألبان قسم علم الحشرات التطبيقي قسم المجتمع الريفي قسم الإرشاد الزراعي وقسم المايكروبيولوجي وقسم علوم الأراضي والمياه وقسم الكيمياء الحيوية الزراعية وقسم كيمياء وتقنية مبيدات الأفات وقسم الوراثة والأقسام دي كلها تقدر تدخلها لو كنت علم علوم أما لو علم رياضة فيبقى قدامك قسم هندسة زراعية وده هتدرس فيه طريقة تصميم شبكات الرأي الحديثة سواء بالرش أو بالطنقيت للمزارع ولكن بتوسح طبعا القسم ده شغله يختلف شوية عن باقي أقسام الكلية لأنك هتبقى مهندس ومطلوب في كل المزارع الكبيرة وهتبقى المسؤول مع فريق الصيانة وتصميم شبكات الرأي والأبار وصيانة كل المعدات الزراعية والتعديل عليها وبتتعاقد على المعدات الزراعية والجرارات وانت ممكن تدخل اي قسم من اللي اتكلمنا عليهم قبل كده ولكن دلوقتي فيه نظام اسمه المجالات بمعنى انك عشان تدخل قسم لازم تدرس المواد تبع مجال القسم اللي انت هتدخله عندك مثلا مجال وقاية النبات بيتكون من 3 أقسام أو بمعنى أصح هتلاقي فيه 3 أقسام مرتبطين بمجال وقاية النبات وهما قسم حشرات وقسم مبيدات وقسم أمراض نبات يعني لو دخلت مثلا قسم حشرات يبقى لازم تدرس كورسات من القسمين التانين اللي هما مبيدات وأمراض نبات وده بيفيدك جدا في الشغل بعد كده وعموما التخصص بيبدأ من سنة ثالثة يعني بتتخصص ثالثة وربعة ولكن القاهرة هو عين شمس التخصص من أولى وخاصة لو هتدخل إنجليزي في سنة أولى وتانية بتاخد مواد بتوضح كل أقسام ومجالات الكلية بشكل عام عشان تقدر تحدد بعدها هتختار أنهي تخصص وطبعا فيه أقسام على حسب التقدير العام وأقسام على حسب تقدير مواد معينة وعشان كده لو عايز قسم أو مجال معين لازم تشد حيلك في المواد اللي القسم ده محتاجها بالإضافة لإن كل قسم بيكون محدد عدد طلبة معين عشان يدخلوه فشد حيلك قوي طب إيه نظام الدراسة في كلية الزراعة سنة أولى بتاخد في الترمي سبع مواد أغلب مواد سنة أولى بتبقى أحياء وكيميا وفيزيا ووراصة يعني مثلا زي مواد كيميا عدوية وعلم حشرات وعلم حيوان وعلم النباتات وفيه كمان مواد أدبية وإحصائية زي اقتصاد زراعي ومجتمع ريفي وإن شاء الله أنت عندك خلفية عن المواد دي من سنوية عامة وعايز أقولك أن الدراسة في الكلية دي لذيذة جدا دراسة جميلة جدا حتستفاد منها في حياتك العلمية والعملية كمان سنة تانية بقى بتاخد مواد جديدة عليك وبتكون أكتر مجالاتها نباتي وصناعي زي مواد علم الألبان ونباتات الزينة وأساسيات الفكهة وعلم تصنيع الأغذية وأساسيات الخضر وكده يعني بتحدد تخصصك في معظم الكليات في تالتة زي ما قلنا وبتكون أخدت فكرة عن كل قسم لغة الدراسة في كلية الزراعة بتبقى عربي وإنجليزي وفرنساوي طيب بيعتمد الإنجليزي على دراقتك في الإنجليزي ولازم تكون 80% فيما فوق إنما بالنسبة للفرنسي متاح قسم الألبان بس فدراقتك في الإنجليزي 80% فيما فوق زاد الفرنساوي 75% فيما فوق وبتدرس في أولى وتانية بالإنجليزي وتالتة ورابعة بالفرنساوي بس بيبقوا مصارفهم علي عن العربي طيب إحنا متفقين من الأول إنك أكيد مش هتطلع من الكلية تزرع والهبل ده بس إنت هتشتغل إيه بقى بص خريج زراعة ممكن يشتغل في شركات استراد وتصدير وممكن في شركات كيمويات وحجر الصح في المزارع وشركات الأغذية والألبان ومزارع فاكهة ومن أكتر الحاجات اللي متوفرة في الشغل بس بتكون عايزة تقدير عالي هي مراكز البحوث ومجالات وفرص الشغل بتفرق من قسم للتاني بس بحاجات بسيطة يعني بنسبة 10% القسم بتاعك هيفرق في الشغل فمثلا فيها أماكن ومجالات شغل بتحتاج للشباب أكتر وبيبقى صعبة على البنات زي شغل الشركات والمصانع والمزارع وبتحتاج شغل بالليل لكن البنات غالبا بتبقى مطلوبة أكتر في الشغل الإداري والمعامل وأهم حاجة عشان تلاقي فرصة شغل كويسة وتعرف تحدد قسمك حاول تروح للدكاترة هم هيعرفوكم على مجالات الشغل والقسم اللي هتختاروا وهيعرفوا الشركات إنكم موجودين لإن فيه شغل كتير بيبقى عايزين خرجين زراعة بس صعب يوصلوا لهم وحاولوا يكون لك علاقة مع اللي تخرجوا عشان يساعدوك ودور على شغل أو على تدريب على جوجل من أول سنة في الكلية وقدم فيه وهتتقابل وهتكون الشركات دي عايزاك بعد ما تتخرج وكل التدريبات هتتحط في السيفي بتاعت في الآخر آخر حاجة خالص هقولك عليها التقدير سهل جدا في كلية الزراعة والكلية جميلة وممتعة للي يحطها في دماغه وممكن تشتغل فيها من وإنت لسه في الكلية فحاول تستفيد بكل حاجة بتتعلمها عشان هتفيدك بعدين في نهاية الفيديو بتمنى إن أنا أكون قدمت لكم معلومات كافية ووافية عن كلية الزراعة وقدرت أوصل لكم بإسلوبي قد إيه الكلية دي جميلة وعظيمة ومجالاتها واسعة جدا وإن دي أفضل اختيار ليك كطالب علمي في حال لقدر الله إن إنت موفقتش تدخل كلية من كليات القمة مع العلم إن كلية الزراعة لا تقل أبدا عن كليات القمة ومستقبلها جميل جدا في نهاية الفيديو بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وتمنى من حضراتكم من الأول مرة يشوف القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتنا وشكرا لكم شكرا جزيلا إخوتي طلبة وطلبات السنواء العامة وشوفكم في فيديوهات تانية جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته